هذا وقل سفير الإيراني لدى قطر محمد سبحانين الفرص مناسبة للغاية لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة بحسب ما ذكرت وكلت تسنيم الإيرانية ودعى سبحاني خلال مشاركته في نشاط في مدينة قم الإيرانية إلى استغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك مع قطر قال أن هناك فرص مناسبة للغاية من أجل رفع التبادلات التجارية بين البلدين وضف السفير الإيراني لدى قطر أن البضائع يتم شحنها إلى قطر جوا وبحرا وأن لا مشكلات تعترضهم في هذا المجال وأشار إلى حل بعض المشكلات المتعلقة بالنشاطات التجارية بين البلدين كمشكلة إصدار تأشيرات الدخول للتجار خلال الجلسات التي عقدت بين مسؤولي البلدين وفقا للوكالة الإيرانية ترجمة نانسي قنقر